صباح الفل عليكم شباب وشابات سنوية عامة معاكم ترينر جورجو صبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية صباح الجمال عليكم يا اجمل شباب الدنيا اتمنى تكونوا بخير معاكم ترينر جورجو صبحي مؤسس كورسات perfect english لكورسات اللغة الانجليزية النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض المحاضرة رقم 17 من كورس الترجمة زي ما احنا متفقين ان حضراتكم عندكم مجموعة sections وكل sections فيه مجموعة محاضرات فالنهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض المحاضرة رقم 17 جهز بقاكم باية الشاي الجميلة وفواء وصحصح معايا كده ويلا بينا نبتلك اول جملة في محاضرة النعارد يا شباب بتقول ايه تعتبر الزلازل والبراكين والعواصف وأمواج التسنامي كلها زواهر طبيعية تدمر كل إنجازات الإنسان نقرأها مرة كمان تعتبر الزلازل والبراكين والعواصف وأمواج التسنامي كلها زواهر طبيعية تدمر كل إنجازات الإنسان تعالوا نشوف الأربع اختيارات احنا متعودين ان احنا بنطلع غلطة في كل جملة الجملة اللي ما تهاج غلطة يبقى هي دي الإجابة الصحيحة تمام؟ طيب خلينا متفقين خلينا متفقين دي already noun وفنومنال دي adjective يعني هو عكاسهم المفروض ان انا بحط الادجكتف وبعد كده النون فدي غلط ودي غلط تعالوا نشوف بيه نفس الفكرة نفس الفكرة دي adjective نفس الفكرة وnatural هي صح بس زي يقول natural وحط بعدها adjective برضو ففنومنال هنا غلط تعالوا نشوف C Earthquakes, volcanoes, storms and tsunamis are all natural phenomena خلينا متفقين ان phenomenon دي واحدة فنومنال صح زواهر that destroy all human achievements دي إجابة صحيحة بس عشان نتأكد نقرة دي Earthquakes, volcanoes, storms and tsunamis are all naturally naturally the adverb فطبعا ما ينفعش اوصف ال adverb أو اوصف ال noun ب adverb فدي إجابة مش مظبوطة يبقى الإجابة الصحيحة C Earthquakes, volcanoes, storms and tsunamis are all natural phenomena that destroy all human achievements تمام؟ تعالوا ناخد جملة رقم 2 جملة رقم 2 بتقول يا شباب يستخدم الكثير الآن الانترنت في تبادل المعلومات والقيام بالأعمال الروتينية نقراها مرة كمان يستخدم الكثير الآن الانترنت في تبادل المعلومات والقيام بالأعمال الروتينية تعالوا نشوف الاربع اختيارات ايه بتقول ايه؟ يبدو ان دي إجابة صحيحة ولكن علشان نتأكد نقرأ الثلاث اختيارات الثانية يتبادل اللي هو exchange يعني يغير change هنا غلق طب C هو بيقولك يستخدم طيب يستخدم مش هي make طيب نشوف دي many people now use the internet to exchange information and do custom jobs هي اسمها routine jobs اللي هي الأعمال الروتينية وليس custom jobs فيبقى الإجابة الصحيحة ايه؟ many people now use the internet to exchange information and do routine jobs تعالوا ناخد الجملة اللي بعدها جملة رقم ثلاثة يا شباب بتقول ايه؟ تلعب الأشجار دورا هاما في الحفاظ على النظام البيئي فهي تمتص ثاني اكسيدي الكربون وتطلق الاكسوجين نيراها مرة كمان تلعب الأشجار دورا هاما في الحفاظ على النظام البيئي فهي تمتص ثاني اكسيدي الكربون وتطلق الاكسوجين تعالوا نشوف الاربع اختيارات Trees plays Trees دي يعني they فإزاي تبقى plays يعني إزاي حطت هنا S وهي already trees يعني they فدي غلط تعالوا نشوف الوراء Trees play an important role in deserving the ecosystem Deserve يعني يستحق ولما هو بيكلم في الحفاظ اللي هي preserve أوكي فdeserving هنا غلط تعالوا نشوف C Trees play an important role in preserving the ecosystem كما as they absorb oxygen and release carbon dioxide خلي بالكم بقى هل الشجر هي بيقول هنا تمتص سني اكسيد الكربون هو قالك absorb oxygen يعني تمتص الاكسوجين وتطلع لي سني اكسيد الكربون هل الأشجر بتعمل كده الأشجر بتعمل العكس بتاخد سني اكسيد الكربون وتدني اكسوجين فالجملة دي غلط من حيث الميمين تعالوا نشوف D Trees play an important role in preserving the ecosystem كما as they absorb carbon dioxide and release oxygen دي الإجابة الصحيحة تمام لأن هما بياخدوا سني اكسيد الكربون وبيطلعوا لي اكسوجين تمامي بإجابة المزبوطة D تعالوا ناخد الجملة اللي وراها جملة رقم أربعة بتقول يفضل الكثير من الناس مشاهدة أفلام الخيال العلمي أو قراءة روايات الخيال العلمي لأنهما وسيلة ممتازة للهروب من الواقع نقراها مرة كمان يفضل الكثير من الناس مشاهدة أفلام الخيال العلمي أو قراءة روايات الخيال العلمي لأنهما وسيلة ممتازة للهروب من الواقع فعلا نشوف الاربع اختيارات الاختيار الاول بيقول many people refer to watch refer يعني يشير الى هو هنا بيقول يفضل فطبعا دي incorrect نشوف ب many people prefer to watch science non-fiction movies non-fiction يعني حقيقي هو هنا بيقول افلام خيال علمي فطبعا non هنا عكستلي المعنى يبقى دي غلط طب نشوف c many people prefer to watch science fiction movies or read science fiction levels because they are an excellent way to escape from reality دي اجابة يبدو انها صحيحة طب نشوف d many people prefer to watch science fiction movies or read science fiction novels because they are an excellent way to move into move into reality يعني يخش في الواقع انما هو هنا بيقول لك الهروب من الواقع فيبقى الاجابة الوحيدة الصحيحة هي c تمام تعالوا ناخد الجملة اللي وراها جملة الرقم 5 شباب بتقول ايه كانت فكرة تشييد المدن الجديدة فكرة غير تقليدية لمواجهة مشكلات عديدة مثل التكدس السكاني واختناق المرور والاسكان نقرها مرة كمان كانت فكرة تشييد المدن الجديدة فكرة غير تقليدية لمواجهة مشكلات عديدة مثل التكدس السكاني واختناق المرور والاسكان تعالوا نشوف الأربعة اختيارات الاختيار اللي أولا بيقول the idea of constructing new towns was an unconventional idea to face many problems such as overpopulation traffic congestion and housing يبدو ندي إجابة صحيحة بس لازم نشوف بقى الاختيارات بي بتقول the idea of constructing new towns was an unconventional idea to face many problems such as pollution يعني التلوث أنا بتكلم في overpopulation اللي هو التكدس السكاني مشكلة التكدس السكاني فيبقى دي غلط دي هنا صح تعالوا نشوف the idea of constructing new towns was an unconventional idea to force many problems to force يعني يجبر إنما أنا بقول يواجه أوكي كانت فكرة تشهيد المدن الجديدة فكرة غير تقليدية لمواجهة أهو مش لإكبار يبقى force غلط تعالوا نشوف the idea of reconstructing reconstructing يعني إعادة البناء يعني حجكة مبنية وبنية تاني هو بيقول لك تشهيد مدن جديدة مدن جديدة إبقى عيد بناءها إزاي يبقى reconstructing هنا إجابة غير صحيحة يبقى الإجابة المظبوطة the idea of constructing new towns was an unconventional idea to face many problems such as overpopulation, traffic congestion and housing الإجابة الصحيحة إيه؟ تبام؟ يلا بينا على الجملة الوراها جملة رقم 6 بتقول يا شباب لا شك أن مصر تشهد نهضة معمارية في الآوينة الأخيرة فلقد تم إنشاء العديد من المدن الجديدة والطرق السريعة نقرأها مرة كمان لا شك أن مصر تشهد نهضة معمارية في الآوينة الأخيرة الآوينة الأخيرة عن الفترة الأخيرة فلقد تم إنشاء العديد من المدن الجديدة والطرق السريعة تعالوا نشوف لأربع اختيارات اختيارة الأولاني بيقول there is no doubt that Egypt witnesses an architectural renaissance اللي هي نهضة معمارية in recent times as many new cities have been establishing طبعا establishing هالط مفروض تبقى have been established and highways have built برضو الطرق هي اللي بنت مش تبنت فدي كمان غضب طب نشوف there is doubt there is doubt يعني هناك شك طبعا كلمة نولا ما تحزفت من هنا بقت غلط تعالوا نشوف there is no doubt that Egypt witnessed Egypt witnessed يعني ماضي شهدت في الماضي إنما هنا بيقولك تشهد يبقى دي كمان غلط طبعا احنا بنتفقين إننا ممكن يكون فيه أكتر من غلطة في الجملة بس أنا بطلع الغلطة الأكثر أهمية بالنبالي يعني هي غلطة واحدة الجملة غلط الموضوع خلص تعالوا نشوف دي there is no doubt that Egypt witnesses and architectural in recent times as many new cities have been established تمام and the highways have been built مضبوط معمولة passive دي الإجابة الصحيحة have been established تم بناءها have been built برضو تم تشهيدها أو بناءها إجابة مضبوط تمام يلا بينا على الجملة اللي وراها جملة رقم 7 بتقول ايه إن أكثر ما يخشاه البشر في ظل وباء كورونا هو أن يصاب الشخص أو من يحب بهذا الفيروس الخطير نقراها مرة كمان إن أخطر ما يخشاه البشر في ظل وباء كورونا هو أن يصاب الشخص أو من يحب بهذا الفيروس الخطير تعالوا نشوف الأربعة اختيارات what people fear most in shadow of corona pandemic is that a person or someone he loves gets affected affected يعني يتم التأثير عليه عندما هو هنا بقول يصاب اللي هي infected يعني فأفكتد هنا غلط طب نشوف what people fear most in shame of shame يعني خزي أو عار إنما أنا بقول in shadow أو in shade فهمين يعني في ظل ظل يعني shadow أو shade إنما shame يعني الخزي أوكي زي لما جا قولك shame on you اخصى عليك مثلا تعالوا نشوف what people fear fear يعني عادل إنما أنا بقول ما يخشاه الناس what people fear تعالوا نشوف what people fear most in shadow of the corona pandemic is that a person or someone they love gets infected with this dangerous virus دي إجابة صحيحة تمام هنا عندي fear غلط وهنا shame غلط وهنا affected غلط أهي مكتوبة تحت infected دي الإجابة الصحيحة تعالوا ناخدوا جملة اللي وراها جملة رقم 8 يا شباب بتقول إيه أصبحت التكنولوجيا الحديثة جزءا هاما في حياتنا اليومية تعالوا نشوف لاربع اختيارات modern technology has become an important part in our daily life it has such extremely impact in all the aspects of our modern leaves خلي بالكم بعد leaves هنا دي غلط لأن أنا بتكلم في حياتنا أوكي اللي هي lives يعني فدي incorrect تعالوا نشوف modern technology has become became ده ماضي ما هي become became become فازاي بعد هاز أحط ماضي غلط تعالوا نشوف modern technology has become an important part in our daily life it has such an extreme impact in all the aspects of our modern lives يبدو ندي إجابة صحيحة ولكن عشان أتأكد لازم مرأ آخر اختيار modern technology has become an important part in our deadly life deadly يعني مميت فطبعا دي غلط أوكي هي daily life يعني حياتنا اليومية يبقى الإجابة الصحيحة C تمام تعالوا بينا على الجملة اللي وراها جملة رقم 9 شباب بتقول إيه تضطر معظم دول العالم إلى فرض إجراءات قاسية في أوقات معينة مثل الإغلاق الشامل للبلد وأحيانا فرض حظر التجوال زي ما حصل أيام كورونا ربنا يعني يعدي الأيام على أخير نقولها مرة كمان تضطر معظم دول العالم إلى فرض إجراءات قاسية في أوقات معينة مثل الإغلاق الشامل للبلد وأحيانا فرض حظر التجوال تعالوا نشوف الأربع اختيارات Most of the countries of the world are forced to impose harsh measures at certain times الغات هنا صح Such as a comprehensive closure of the country and sometimes imposes a curfew يابدي ندي إجابة صحيحة تمام كده؟ طب نشوف B Most of the countries of the world are forced to imposing Imposing Forced to بيجيب بعدها infinitive فimposing هنا غلط وكمان أي gentle measures هو بيقول لك إجراءات صعبة أو قاسية فمش gentle تعالوا نشوف C Most of the countries of the world are forced to impose harsh measures at certain times such as a comprehensive closure of the city هو بيعفل المدينة ولا بيعفل الدولة كلها فهي country مش city وبدي كمان غلط تعالوا نشوف D Most of the countries of the world were forced where ده ماضي أنا هنا بتكلم أن تضطر ببقولش اضطرت فيبقى دي إجابة خاطئة يبقى الإجابة الصحيحة هي إيه؟ Most of the countries of the world are forced to impose to impose harsh measures at certain times such as a comprehensive closure of the country and sometimes imposes a carefew تمام؟ يلا بينا على الجملة الوراها آخر جملة في محاضرة النهاردة يا شباب جملة number 10 بتقول إيه؟ أصبح العيش في المدن الجديدة يجذب الكثير من الناس لما فيها من الهدوء والخصوصية والراحة نقرأها مرة كمان أصبح العيش في المدن الجديدة يجذب الكثير من الناس لما فيها من الهدوء والخصوصية والراحة تعالوا نشوف الأربع اختيارات تعالوا نشوف الاختيار الأولاني living in the new towns has attracted many people because of its calmness privacy and comfort دي صح بس دي مفروض تكون بس calmness يعني دي timing mistake أوكي its calmness يعني الهدوء تعالوا نشوف بي living in the new towns living يعني يغادر أو المغادرة أنا بتكلم على العيش يعني living فliving هنا incorrect طيب living in the new towns has attacked attacked يعني هاجم فطبعا دي incorrect أوكي تعالوا نشوف دي living in the new towns has attracted many people because of its calm spicy spicy هنا يعني حراء يعني عندما أنا بتكلم في الخصوصية اللي هي privacy هي بس دي timing mistake إن دي كانت المفروض تكون calmness يعني دي الوحيدة اللي صح بس هي calmness اللي هو الهدوء يا إما أقول because it's calm private and comfortable يعني يعمل التلاتة صفات يعمل التلاتة ناولز بس الإجابة الصحيحة هي ايه وهخليهم يعدلوها ان شاء الله في البيديا تمام؟ وبكده يا شباب نكون خلاصنا محاضرة النهاردة أتمنى تكونوا بخير وتكونوا استفدتوا ولو حضراتكم عايزين تحجزوا الكورس بالكامل أو تحضروا المحاضرات لايف تقدروا تتواصلوا مع السكرتاريا واتساب على الرقم ده لحاجز مكانكم في المراجعة النهائية ربنا يكون معاكم واشوفكم في المحاضرة اللي جاي على كل خير إن شاء الله سلام أتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو اعمل subscribe و like للفيديو وما تنسى اشتفاع على الجرس علشان يجيلك notification بالفيديوهات اللي جاية اللي هتنزل بشكل دوري إن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي موسيقى